دمعة واحدة منه باكت مصريين كتير المهندس اللي ساب الهندسة علشان يكون واحد من أشهر لعب العالم في الرياضة المبارزة إزاي مهندس ميكانيكا يتحول لنجم عالمي في الرياضة المبارزة ليه زياد السيسي بقى حديث الناس على السوشيال ميديا إه اللي حصل له بالضبط في أولمبياد باريس كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده في البداية لازم نعرف إننا بنتكلم على اللاعب كل العالم دلوقتي يعرفوه مشهور جداً في مجاله وهو واحد من اللي يتعدوا على الصوابع شاطرين جداً في مجالهم لاعب نقطة واحدة من دموعه في أولمبياد باريس بكت محبين ليه كتير زياد السيسي اسم بيلمع في عالم الرياضة مش بس في مصر لكن على مستوى العالم زياد مهندس ميكانيكا ومصنف عالمياً في الرياضة المبارزة زياد كان عنده حلم كبير حلمه إن يجيب مادليا لمصر ويحقق حلم والده اللي كان لعب مشهور جداً في منتخب مصر الكرة السلة زياد بدأ مشواره الرياضي بمجهود كبير جداً وحقق إنجازات كتير محلياً وعالمياً في الأولمبيات الأخيرة في باريس اتصدر اسم زياد السيسي ترند أغلى مع وقع سوشيال ميديا بعد خسارته للمدالية البرونزية زياد اللي كنا بنقول عليه إن نجم مصر والعالم العربي والأفريكي كله في الرياضة المبارزة خسر ده لسوق الحظ مش لأي سبب تاني للأسف وبالرغم من تفوق زياد وقدرته على التأهل لكنه لسوق الحظ ما قدرش يحقق المدالية البرونزية اللي كان بيحلم بيها زياد السيسي مش مجرد لعب عادي ده نجم عالمي مش وليد اللحظة ولا هو لعب لسه ظاهر في الأولمبيات ده سبق وكتب اسمه بأحرف من نور في سجلات اللعبة على المستوى المحلي والكاري والعالمي زياد السنة اللي فاتت بقى أول مصر في التاريخ يتوج بمدالية في بطولة العالم في رياضته على الصعيد الفردي بعد فوزه بالمدالية البرونزية في النسخة اللي اتلعبت السنة اللي فاتت بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 والحد 31 يوليو المدالية دي كانت الأولى لمصر في منافسات الفردي والأولى لمصر في جميع المنافسات من برونزية منتخب سلاح الشيش في نسخة 1951 زياد كمان أول عربي وأفريكي يوصل لنصف النهائي بعد التونسية إناس بوباكري اللي حصلت على برونزية بطولة العالم بمدينة ووتي 2018 في الشيش اتولد زياد السيسي في 15 ديسمبر 1994 في الأسكندرية لأبه وأم مصريين وهم عالي ومنالي السيسي والده كان عضو في منتخب مصر الكرة السلة درس زياد الهندسة في جامعة وينستيد الأمريكية زياد متجوز من بطلة مصر والمصنفة الأولى عالمياً في الإسكواش نوران جوهر وفرحهم كان في نوفمبر 2021 زياد السيسي حصل على كتير من المداليات خلال السنين اللي فاتت طوج بزهبية دورة ألعاب البحر المتوسط اللي تلعبت صيف السنة اللي فاتت في الجزائر بعدها طوج ببرونزية كأس العالم بالجزائر وكانت المدالية الأولى في تاريخ سلاح الصيف المصري ونهى العام ببرونزية بطولة أمريكا المفتوحة بدأ زياد السنة دي 2024 بالحصول على زهبية البطولة العربية اللي تلعبت في البحرين وقاد المنتخب المصري لحصد الزهبتين بطولة أفريكيا للفردي والفرق اللي استضافتها صالت الدكتور حسن مصطفى بعد كده بقى أول مصري يتوج بمديليا في بطولة العالم على الصعيد الفردي بعد فوزه ببرونزية منديال إيطاليا دي كانت حكاية زياد السيسي نجم مصر في مجاله اللاعب اللي قدر يصنع اسمه بنفسه وقدر يكونه وسط كبار لعب العالم في مجاله اللاعب اللي كان متوقع لي أن يحصل على مديليا في أولمبياد باريس لكن للأسف الحظ كان ضده ترجمة نانسي قنقر